يقول أسأل عن إغماض العينين في الصلاة ما حكمه اعتذكر أهل العلم أن إغماض العينين في الصلاة مكفوه والمشروع أن يكون لسانه فاتح العينين وأن ينظر إلى محل سجوده إلا أن يكون هناك سبب لتغميض العينين مثل أن يكون أمامه مرائيا تشغله فلا حرج عليه أن يغمض عينيه والمرائلة التي تشغله مثل أن يكون حوله صبيان يلعبون فلو فتح عينيه لوقع نظره عليهم واشتغل بهم فحينئذ لا بأس أن يغمض عينيه فالقاعدة إذن أن تغمض العينين مكروه لكن إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك لم يكن مكروه نعم ترجمة نانسي قنقر